ونوزع ونشتغلنا أعمال جداً حلوة للاقة يعني تقبل جداً شبير بالوطن العربي زين؟ تفرقنا آه للأسف أي فبقت الشغلة المشوار أنه أنا أكمل وحدي لو بعدني أنا أنت بالفرقة تشونه تشونه المغني لو المطرق هو ملحن وموزع وإحنا كلنا احنا تشلنا يعني جروب واحد زين؟ فكرة منا فكرة منا ناني تشلنا الشباب يعني وحدنا حب وشغل في الموسيقى فمثل ما واحد يقول يعني ممكن تشلت أنا أكثر واحد موسيقي جاي بيهم فكان شوية مسؤوليتي أكبر مثل ما واحد يقول نعم بس بعدين كل إحنا واحد ضاف للثاني أكيد فبعد هاي الفترة نزلت كذا عمل بس ما كان عندي هذا الشغف كان عندي شغف شوية أنه أطور الأغنية العراقية لأنه صراحة المطرب العربي وخصوصاً العراقي شوية مظلوم صح فاختيارة بالأغاني اختيارة بالأعمال أتمنى يعني إن شاء الله تتحسن هاي الشغلة موسيقى وخصوصاً بالفترة نفوت بيها هسا وحد كذلك قبل فترة يطلع الأستاذ نقيب الفنانين الدكتور جبار جودي وحجب هذا الموضوع على صار لتقريباً ثمان أو عشر شهور مطرب العراقي وغير مطرب العراقي جداً تأثر وكثير من الفنانين مو بس أنه بس فهاي الشغلة كانت همين علينا موضوع الأغنية حتى نحتي بكل صراحة مكلفة صح ومكلفة مجهود واحتمال مبلغ مادي ووقت وكثير من الناس ماعتهم هاي الشغلة تتوقع اليوم الفنان العراقي أو ممكن المغني بشكل خاص ممكن أنه الشركة هي تحدد نجاحها وكون أنه هي راح تلتزمها أو تخليها على السكة الصحيحة ولا أنه أحياناً محاولات الفردية تبق بالفشل ولا يكون العكس مضبوط مو غلط أن الواحد لازم بسرعة يعني يتوصل أنه هاي فكرة صح أو الغلط كل إنسان يطمح يقدم فن معين هو فيه بداخله ولكن تبقى الشغلة أنه أنت بعد التجربة الأولى تجربة ثالثة تجربة ثالثة اترك المجال لأحد ثاني يقولك أنت مناسب لهاي الشغلة أو ما مناسب ومو بالضرورة هم من تكون صحيح هذا أو مو صحيح ولكن مثل ما تفضلت أكو الشركات تحدد يعني بدون ذكر أسامي أكيد لدينا أنا أكثر من مطرب أصدقائهم والخاصين واللي تعاملتوا إياهم وفيه أكثر من شركة إنتاج جربوا وصار لهم عشر سنين يغنون ما صار أسامي فجأة اجي المنتج اجي الملاحنة الفلاني قال لي لا اختار هذه الأغنية وغنيها صار صار ترد فعلا يعني إحنا عذراً للمقاطعة في بعض الأحيان أسماء قديمة جداً ممكن أنه الزمن مر على أسمائهم وقد نقول امتلأ بالغبار لكن ممكن بأغنية معينة مع شخص صحيح أو منتج صحيح يرجعون مرة ثانية ترند على ساحة الفنية صحيح وهذا واقعان يعني استمعنا إلى أهم أرجع وأقول هذا كله بسبب السوشيال ميديا والوقت اللي وصلنا على قبل